اشتركوا في القناة وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام لدى الشعوب مشيرا سيادته إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي وهو الأمر الذي يستدعي قيام الآلام العربي بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات وأن يتم طرح القضايا المختلفة بشكل عميق وموضوعي ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل الجمعي والوجدان العربي ومشددا سيادته على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسئولية كبيرة أمام الشعوب وفيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريد الذي تتعرض له مختلف الشعوب العربية شدد السيد الرئيس على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية وأن القيمة الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير لأن رسالة الدين هي البناء والتعمير والسلام والتنمية وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب في إطار مجال حضاري آمن من جانبهم أعرب السادة الوزراء المشاركون في الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس وزراء الأهلام العرب والمنعاقدة حاليا بالقاهرة عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مشيدين بالإنجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة سيادته على كافة الأصائضة سياسيا وتنمويا واقتصاديا واجتماعيا والتي تقدم نموذجا يحتذا به للأمة العربية في التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى دور المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله كما شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب خاصة ما يتعلق بالتوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية فضلا عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي وقد آرب الحضور عن تثمينهم لعمق الطرح المقدم من السيد الرئيس وحكمة سيادته في إدراك متطلبات بناء الدول مؤكدين أن مواجهة التحديات بكافة صورها لا يقع على عطق الحكومات بمفردها وإنما تشارك فيه أيضا المؤسسات الإعلامية ومن ثم فعليها الالتزام بمعايير منضبطة وجد والتعبير عن أولويات سليمة وتوعية الشعوب والمجتمعات بالأبعاد المختلفة للتحديات وكيفية مواجهتها والتصدي للأكاذيب والشائعات كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عواتج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الاجتماع شهد متابعة مستجدات عدد من المبادرات المختلفة في قطاع الصحة والرعاية الطبية حيث وجه السيد الرئيس بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريد لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين كما اطلع السيد الرئيس على الخريطة الوبائية العالمية بشكل عام وتأثيرها على الوضع في مصر والخطط الوقائية الوطنية للحد من نفاذ الأمراض الوبائية إلى داخل البلاد واستراتيجية التعامل مع الحالات التي يمكن أن تكتشف في هذا الصدد من خلال توفير كافة سبل الرعاية والعلاج وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية أشار الدكتور محمد عوات جدين إلى الانخفاض الملحوظ والمستمر في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام وأن معظم الحالات التي يتم تشقيصها تعاني من أعراض بسيطة دون مضاعفات وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج توعية الوقائية وحملات تطعيم للمواطنين عن طريق مراكز تطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة مع تعزيز منظومة تصنيع اللقاحات في مصر لضمان استمرارية توفريها كما عرض الدكتور محمد عوات جدين جهود تطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر وكذلك تطوير منظومة الدواء بما يضمن توفير كل الأدوية الأساسية في جميع المؤسسات العلاجية اشتركوا في القناة